بسم الله الرحمن الرحيم معك أستاذ طاهر أحمد نشرح مادة الرياضيات للصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني هنبتدي في فرع الجبر الوحدة الأولى المعادلات الدراس الأول حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين جبريا هنبتدي السؤال الأول على حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين جابريا السؤال بيقول أوجد مجموات حل المعادلتين الآذيتين جابريا 2 سين نقص صوات بتسوي 5 وسين زائد 3 صوات زائد 1 بتسوي 0 في طريقتين إن أنا أقدر أحل بيهم المعادلتين دولة جابريا في طريقة اسمها طريقة التعويض وفي طريقة اسمها طريقة الحز هنبتدي الأول نشرح إزاي نحل المعادلتين دولة جابريا بطريقة التعويض أول خطوة عندنا هنقوله المعادلة الأولى اللي موجود عندي اللي هي 2 سين نقص صوات بتسوي 5 هنحاول نخلي المجهول منهم سواء كان السين أو الصاد لوحده احنا طبعا أسهل حاجة نحن نخلي الصاد لوحدها صاد هتساوي 2 سين نقص 5 نحنا ودينا الـ 2 سين مع الخمسة الناحية الثانية فبالتالي بقت صاد بتساوي 2 سين نقص 5 مفروض طريقة التعويض ان انا ااخد بقى قيمة الصاد بدلالة السين اللي انا جدتها واعود بها في المعادلة الثانية بالتعويض في المعادلة الثانية ان انا هبتدي بقى دلوقتي اشيل الصاد واكتب مكانها اللي 2 سين نقص 5 هكتب المعادلة سين زائد 3 مفروض صاد بس انشلت الصاد وكتبنا كام 2 سين نقص 5 زائد 1 بتساوي 0 مفروض ان انا اوزع الثلاثة على القص اللي عندي فيبقى سين زائد دربنا ثلاثة في اتنين سين بقت ستة سين ودربنا ثلاثة في خمسة بخمستاشر زائد واحد بتساوي 0 هجمع السينات واجمع الارقام هنا سين زائد ستة سين بقت سبعة سين سالب او ناقص خمستاشر زائد واحد بتساوي ناقص 14 هودل لـ 14 بعكس الاشارة الناحية الثانية يبقى سبعة سين بتساوي 14 بالاسم على سبعة يبقى السين بتساوي اتنين انا كده عرفت قيمة السين انها باتنين هنبتدي نعود بها في المعادلة الاولى وهنشيله السين ونكتب اتنين يبقى صاب بتساوي بدل اتنين سين ناقص خمسة هتبقى صاب بتساوي اتنين في اتنين ناقص خمسة يعني صاب هتساوي سالب واحد فكده قدرنا نوصل ان مجموعة الحل الزوج المرتب اتنين وسالب واحد ولو احنا اجينا عوضنا بالقيمتين بتاعت السين والصاب اللي طلعناهم بتاع مجموعة الحل المعادلة الاولى والمعادلة التانية هتلاقي تطلعين نفس الاجابة ونفس الناتج او بتحقق نفس الحاجة في نفس الوقت فبالتالي يبقى مجموعة حل المعادلتين اللي هي اتنين سين ناقص صاب بتساوي خمسة وسين زايد ثلاثة صاب زايد واحد بتساوي صف هي اتنين مسالب واحد مسألة كمان اوجد مجموعة حل المعادلتين اتنين سين ناقص صاب بتساوي خمسة وسين زايد ثلاثة صاب زايد واحد بتساوي صف بس المرة دي هنعملها بطريقة الحسف ازاي نحلل معادلتين دولة في طريقة الحزف? اولا لازم ننظمهم الاول. ثانيا لازم نخلي ياما السين ياما الصاد متشابهين. بس الاشارات مختلفة يعني يبقى رقم زايد معكوس الجمعي. زي مسلا اتنين سين لازم نحتانة وبقى سالب اتنين سين. انا مسلا تلاتة صاد لازم بالجنب الاولان يبقى سالب تلاتة صاد. فعشان اقدر اخلي ان هما يكون في هناك في هنا حاجتين متشابهين. بس الاشارة مختلفة يعني حاجة معكوس الجمعي. انا بحب افضل حاجة ان انا بخلي الصادات زي بعضها. هنا نلاحظنا ان المعادلة التانية فيها تلاتة صاد والمعادلة الاولى فيها سالب صاد بس. فانا ممكن او من حقي ان انا اضرب المعادلة الاولى في تلاتة بحيث انها تكون سالب تلاتة صاد والمعادلة التانية تكون فيها موجة بتلاتة صاد. فانا هادرب المعادلة الاولى في هادرب المعادلة الاولى في 3 هايطلع لنا 60 ناقص 3 صاد تساوي 15 عشان لما ضربنا هنا في 3 الاتنين سين بايت 60 ضربنا الصاد في 3 بايت 3 صاد وضربنا الخامسة في 3 بايت بايت 15 هنحط المعادلتين تحت بعض ونبتدي نتعامل معاستن عشان نحزف الرقم والمعكوس الجامع يبتعه اللي هو عنصر الصاد. هنا دلوقتي لما اجي اجمع اجمع ستة سين زيدي السين هيبلع سبعة سين. سالب ستة ساد مع موجب ستة ساد راحوا مع بعض. خمستاشر زياد سالب واحد تطلع بموجب اربعتاشر. بالاسم على سبعة. فسين تلايات باتنين. هنعود في المعادلة الاولى. هيبقى اتنين في اتنين ناقص صوب بتساوي خمسة. يعني صوب بتساوي اربعة ناقص خمسة. يعني صوب بتساوي سالب واحد. فتلاقينا مجموعة الحل برضو اتنين و سالب واحد. طب انا دلوقتي تعلمنا طريقتين. طريقة الاولى اللي هي طريقة التعويض. ودلوقتي تعلمنا طريقة اللي هي جديدة اللي هي طريقة الحز. اللي احنا نقلب هي عنصر. هي اما السين والسين زي بعض بشارة مختلفة او الصاد بتساوي الصاد بس بشارة مختلفة بحيث ان اللي لما يجي اجمعهم مع بعض يروحوا مع بعض. راح لمسألة جديدة. مسألة جديدة. اوجد مجموعة حل المعادلتين جبريا. المعادلة الاولى سين زي صاب بتساوي تلاتة. المعادلة التانية اتنين سين ناقص ثلاثة صاب بتساوي. هنحاول نحل المعادلتين دولة بتريق الحز فنحاول برضو نخلي الصادات يبقوا مسلا زي بعض بشارة مختلفة او نخلي الصينيات زي بعض بشارة مختلفة. دلوقتي احنا نحاول نخلي الصادات شبه بعض. هنا عندنا موجب صاد وهنا سالب تلاتة صاد. فمحتاجين احنا نضرب المعادلة الاولى في تلاتة. بحيث ان يطلع لنا تلاتة صاد وهنا هناك عكس المعكوس الجامعي سالب تلاتة صاد. فلما نجي نجمعهم مع بعض يروحوا مع بعض. فمحتاجين نضرب المعادلة الاولى في تلاتة. لما نضرب المعادلة الاولى في تلاتة. هيطلع لنا تلاتة سين زي تلاتة صاد بتساوي تسعة. هنحط المعادلة تين فوق بعد عشان نجمعهم ونطلع الاجابة بتاعتنا ونعرف منها قيمة السين. حاجة اجمع ثلاثة سين زائد اتنين سين هيطلع خمسة سين. هاجمع ثلاثة صاد وسالب ثلاثة صاد هيروحوا مع بعض. هاجمع التسعة زائد الواحد بعشرة. يعني خمسة سين بتساوي عشر. اللي اسمعها الخمسة يبقى سين بتساوي اتنين. هقود في المعادلة الاولى. هيطلع لنا اتنين زائد صاد بتساوي تلاتة. وادي الجامعة ارحي بصاد بتساوي تلاتة نقص اتنين فيطلع واحد. يبقى عندنا مجموعة الحل الزوج المرتب اتنين واحد. سأل كمان اوجد مجموعة حل المعادلتين جابرية. اتنين سين زائد صاد بتساوي سف. سين زائد اتنين صاد نقص تلاتة بتساوي سف. برضو هحاول اخلي الصادات تبقى زي بعض بس مع اشارة مخالفة يعني بحاجة ومعكوسها الجامعي. فهنا عندي صاد وهنا اتنين صاد. فلازم مضرب المعادلة الاولى في سالب اتنين. بدرب المعادلة الاولى في سالب اتنين. هيطلع لنا سالب اربعة سين زائد اتنين صاد بتساوي سفر. هنحط المعادلتين فوق بعض المعادلة الاولى بعد ما ضربها في سالب اتنين. هتطلع عندنا سالب اربعة سين زائد اتنين صاد بتساوي سفر. والمعادلة التانية هنحط تحت سين زائد اتنين صاد من انساش نودي سالب تلاتة نحية تانية بموجب تلاتة. بجمع المعادلتين مع بعض. هيطلع لنا سالب تلاتة سين بتساوي ثلاثة. هآسم على سالب تلاتة فسينة تطلع بتساوي سالب واحد. بالتعويض بقى في المعادلة الاولى. فهيطلع لنا اتنين في سالب واحد. شلت السين وكتبت سالب واحد زائد صعب بتساوي صفر. يعني سالب اتنين زائد صعب بتساوي صفر. ودل اتنين بعكس الاشارة يبقى صعب تساوي اتنين. وكده مجموعة الحل بتاعتي هتبقى سالب اثنين واثنين في المثال جديد زاويتان حدتان في مسلس قائمة زاوية الفرق بين قياسهما خمسين درجة اوجد قياس كل زاوية اول حاجة اللي هنا في المسألة اللفظية اللي عندنا ديت لازم ان انا استخرج المعادلتين اللي انا هقدر احلهم معرف من خلالهم الزاويتين دورا بكده هفرد اول حاجة ان الزاويتين اللي عندي سين وصاد هم قال لي زاويتين حدتان في مسلس قائم فمعنى ان هم زاويتين حدتان في مسلس قائم ان هم مجموعةهم تستعين درجة فمعنى كده نقدر اكون المعادلة الاولى اللي هي سين زاية صاد هتساوي تسعين وقال لي الفرق بين قياسهما خمسين يعني سين وصاد بتساوي خمسين فكده بقى عندي معادلتين في مجولين من الدرجة الاولى هاملي. هتطر ان انا احكي المعدتين دولا جاءت تحت بعض. وعن طريق الطريقة الحسف. حجم المعدتين دولا مع بعض. فهيطلع لي سين زايد سين اتنين سين. والصاد مسائل بصاد هيروح مع بعض. والتسعين زايد الخمسين مية واربعين. بالاسم على الاتنين. هيبقى سين بتساوي سبعين. كده انا قدرت اوصل للزاوية الاولى اللي هي السين. طبعا انا عارف ان هما مجموحهم تسعين. في اجيب الصاد اللي هي هتبقى تسعين المعز السبعين اللي انا جبتها. فهيطلع بعشرين. انا عرفت قيمة السين وقيمة الصاد. انا عرفت قيمة الزاويتين. يبقى الزاويتين اللي هو عايزهم هيتبقى بسبعين وعشرين. شكرا لكم. وللقائم في فيديو اخر ان شاء الله.